تسجيل اوكي بالجزء الثاني وقفنا في الجزء الأول عند Back-Titration Back-Titration هي عملية عكسية للTitration مش عكسية بالمعنى الحرفي انه يعني بعمل لانلايت بحطه في البيوريت وبنزل التايترنت بالفلاسك لا لا مش هيك أبدا Back-Titration هي titrating the amount of X's titrant added using second standard titrant كيف يعني؟ هي titrating معايرة كمية فائضة أو كمية زائدة يعني بكون فيها أنها كمية زائدة مضافة للانلايت تمام؟ كمية زائدة من titrant مضافة للانلايت نعمل لها معايرة ثانية نعمل لها عملية titration باستخدام titrant ثاني يعني أنا في عندي بيوريت تمام؟ فيه titrant بلّيت أضيف منه على الانلايت ضفت كمية كبيرة تمام؟ وأنا لازم أعرف كمية الانلايت فضفت كمية كبيرة وتعدد الاندبوينت وتعدد كل شي فضفت كمية كبيرة منه على الانلايت تعدد كل شيء تعدد الاندبوينت ما وقفت يعني مش أول ما أصلت ال-end point ووقفت التنزيل من ال-puret تعديت فصار في عندي excess type. الموجود بال-puret موجود جوا는 الموجودة عن فلاسك اللي موجود معي هون فأنا إيش بأسوي بهاي الحالة؟ بعمل عملية backtitration إيش عملية backtitration؟ بجيب second standard titration second standard titrant العفوان بتجيب تايترنت ثاني بحطه جوه البيوريت وبصير أنزل على الفلاسك حسنا لما أنزل على الفلاسك هون تمام رح أصل لإند بوينت رح أصل لإند بوينت تغير لي لون اللي صار معي هون موجود رح تغير لي اللون اللي صار معي هون فأنا بوقف حسنا رح تفهم كل السلافة باستوركم علي شوي يعني الفكرة العامة أنه أنا لش بل جاء لعملية لأنه بكون في عندي زيادة من التايتونت نزلت على الأنلايت وأنا لازم أحدد الأنلايت لازم أحدد كمية الأنلايت هون بحكي لنا أنه باكتايترشن is required يعني إيش متى بنستخدم أو تلزمنا عملية الباكتايترشن لما يكون عنا rate of reaction between الأنلايت and reagent slowly أو slow يعني rate of reaction يعني سرعة معدل سرعة التفاعل بين الأنلايت والرياجنت اللي هو الرياجنت حكينا عنه بالأول السلايد اللي هو التايترنت بطيء يعني بطيئة أو النقطة الثانية هي standard solution lack stability يعني standard solution اللي هو نفسه حكينا التايترنت بنقصه stability ايش stability يعني ثبات أو معنى أو بآخر بيكون تركيزه مش ثابت أثناء عملية التايترشن فلما يصير رحي عندي هذول الشغلتين أنا بلجأ لعملية الباك تايترشن رح نشرع عملية الباك تايترشن اللي حكيت عنه قبل شوي بشكل مفصل الباك تايترشن هو نوع من أنواع التايترشن بنستخدمه عندما يكون التايترنت يفتقر إلى الاستقرار زي ما حكينا عنه هون في النقطة هاي وعندما يكون التايترنت بطيء بحيث لن تتفاعل كل قطرة نازلة من البيوريت مباشرة كيف يعني التايترنت بطيء يعني أنا بفتح المحبس الموجود على البيوريت وبسكر بفتح المحبس الموجود معي وبسكر فرح أصل للإند بوينت وأنا ما فيه أي نتيجة ما رح يطلع معي أي نتيجة لأنه بنزل قاعد التايترنت بشكل بطيء أنا لازم أنزله مش بشكل بطيء ولا نزله بشكل سريع لكن يكون معتدل تمام لذا سيكون من الصعب تحديد الإند بوينت إذا عملت تايترنت أو عملت نزلت تايترنت بشكل بطيء رح يكون صعب علي تحديد الإند بوينت لذلك نقوم في عملية بإضافة كمية كبيرة من التايترنت أنا قبل شيء بجوز وصلت لكم فكرة غلط بس أرجع أعدلها حكيت لكم أنه الـ هي عملية باستخدمها لما يكون في عندي X's of X's of تايترنت موجود بالأنالايت لا باستخدمها لما يكون في عندي هذول السببين ويكون في عندي مشكلة بمخلال هذول السببين أنا كيف بعملها بعملها زي الحكي حكيت لكم قبل شوي أنه بضيف كمية كبيرة من تايترنت إلى الأنالايت لكي نضمن تفاعل جميع الأنالايت أما عندي هون X's فائض من التايترنت يعني خلصت خلص الأنالايت صار عبارة عندي محلول كله X's فائض من التايترنت تمام يعني تفاعل تفاعلت كمية من التايترنت مع الأنالايت وظل شوي منها صارت X's فائض أوكي رح نرجع نعمل لهاي الكمية الـ X's الفائض رح نرجع نعمل لها التايترنت عشان نعرف عشان نعرف كم الكمية اللي تفاعل حس نخلطوا بعضهم نخلطوا بعض نخلط التايترنت مع الأنالايت اللي مع الأنالايت اللي خلطته كمية معينة تايترنت مش هاب أنا كيحصل لكم فكرة بس مشارطكم وصلتكم حس أنا في عندي تايترنت بدي أضيفه على 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 الفلاسك اللي في الأنالايت مفروض أنه يتفاعل مع في فقط كمية معينة حد ما نصل تمام حسنا تفاعلت كمية من تايترنت هاد مع الأنالايت أنا لازم أحددها لكن مش حقد رح ضدها لأنه اختلطوا بعض اختلطوا البعض مع X's يعني اختلطوا بعض مع X's من التايترنت ندار زيادة ندرنا زيادة إحنا اوكي فإحنا درنا زيادة عشان نحدد كمية الأنالايت على المرات الأنالايت هسنا رح نعرف كيف نحددها رح نعمل له التايتريشن باستخدام السكن تايترنت يعني بنجيب تايترنت ثاني وحطه بالبيوريت وبنعمل عملية التايترنت طبيعية وبنبلش النقط قطرة قطرة بحيث يتفاعل الاكسز تايترنت ركزوا معي مش الانالايت يتفاعل الاكسز تايترنت الموجود معنا بالفلاسك مع السكن تايترنت الموجود جوه البيوريت اللي هو صار رح تنظفناها بالعملية الثانية حتى نوصل لعملية لنقطة الاند بوينت اوكي لما نوصل لنقطة الاند بوينت رح نعرف الحجم للسكن تايترنت اللي لزم الحجم ركزوا معي الحجم اللي لزم لأصل الاند بوينت مع الكسز تايترنت الحجم اللي لزم من السكن تايترنت حتى أصل الاند بوينت من الكسز تايترنت وبكون معي تركيزه طبعا السكن تايترنت وبنحسب مولاته بنحسب مولات السكن تايترنت ثم بنعمل نسبة تناسب بينه وبين الـ 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 حساً من معرفتنا لعدد مولات الـ الـ منقدر نحدد كم عدد مولات الـ الـ الموجودة معي من الخطوة الأولى من الـ الـ الأول الـ هون حكي لنا إنه أنا ما بدي مولات الـ الـ إحنا وصلنا لمولات الـ الـ إحنا بدنا مولات الـ 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 اللي تفاعل مع المولات اللي هو مطلوب مننا أصلاً يعني بالطبيعي بالطبيعي لما عملية تايتريشن أنا مطلوب مني أعرف عدد مولات الـ الـ اللي تفاعلت مع الـ عشان أعمل نسبة التناسب بينهم وطلع عدد مولات الـ هساً اللي هي مولات الـ اللي تفاعل مع الـ بتساوي اخراً طوالأمونت طوالأمونت اممثل أيش اللي أكسس تايترنت بتبثل عفوة بمثل دعوة أنا كتبت هون بتمثل تايترنت 1 اللي هو وظفنا مع الـ تمام ناقص amount of X's titrant لا عافوا أنا ناقصتهم هنا total amount عدد المولات كامل عدد المولات كامل اللي هو بيكون X's مع الاناليت يعني اللي فلعناه كامل تمام هنا ناقص عدد مولات يعني فكرة هون عندي أنا أنا Flask في X's واناليت تمام عدد المولات كامل اللي هون طلعناه اللي هو هاي وأطرحه من عدد مولات الاناليت 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 أنا حسبته قبل شوي من النسبة والتناسب تمام فلما أحسب لما أطرحه من بعض رح يصفي عندي فقط عدد مولات الاناليت اللي هو أنا اللي بديه اوكي آخر إشي بنوجد مولات الاناليت من خلال النسبة والتناسب بين الاناليت ونون SD تايترنت في حدا عنده أي سؤال على الباك تايتريشن على عملية الباك تايتريشن جمعنا نتقلل بعده في حدا عنده أي سؤال على الباك تايتريشن انتقلل برضو اوكي هترجع تسألوني بكرة وهترجع تسألوني بعده اللي عنده سؤال يسأل من هسا إذا حدا يسألي من شيني أنا وضع أنا بدي أتدرك من القروبة اليومين اوكي تايترنت ببرايمر يعني معاير أولي المستخدم المبورد حكي عنه هون المعاير الأولي تعريفه أنا ألترا بيور كومباون يعني محلول أو مركب بمتاز بنقاوة عالية أو فائق النقاوة النقاوة ذات سيرز أشان أقرأها كويس ذات سيرز أزدار رفيرانس اوكي اللي هي بعمل بعمل كمادة مرجعية في الغرفي مترك and volumetric trite مترك مثل يعني لبرايمر ستاندرد هو معاير فائق النقاوة بعمل كمادة مرجعية material reference اللي هي مادة مرجعية for gravimetric and volumetric titrimetric methods بعمل كمادة مرجعية في طرق المعايرة الوزنية والحجمية الوزنية والحجمية ما ذكرنا الكولومتركية هاي الثالثة اللي حكينا عنها قبل شوي بس في الوزنية والقراومتركية هون ذكر لنا desirable properties of the primary standard خصائص خصائص مرغوبة في المعاير الأساسي أو الأولي في عنا خصائص بمتاز فيها المعاير الأساسي إذا افتقر لأي خاصية من هذول الخصائص رح نذيكون مش primary standard رح نحكي عنه إيش رح يكون high purity عالي النقاوة stability in air يعني مستقر في الهواء يجب أن يكون مستقر في الهواء absence of hydrated hydrated water molecules absence of hydrated water molecules يعني عدم وجود جزيات ماء فيه يجب أن لا يكون يحتوي على جزيات ماء solubility in the titration solution يجب أن يكون له القدرة على الذوبان في المحليل اللي بحجث لها titration لازم عمل titration moderate cost and easy availability availability يعني تكون تكلفته مهتدلة وسهل التوافر large formula weight يعني يكون له كتلة مولية عالية أي titrant بفتقر لواحد من هاي الصفات اللي حكينا عنها فوق بنسميه secondary titrant مش primary secondary standard solution اللي هو titrant برضو بكون solution of non concentration يعني محلول نكون عرف له تركيزه كما تعلمنا سابقا انه standard solution بنستخدمه في titration كtitrant يعني هاذ نفسه titrant برضو ومن خصاص وانه يكون حد معروف تركيزه بحيث يتفاعل مع الانالايت وجميع العسابات تعتمد لهذا التفاعل يعني هو بس ذكرنا بنقطة ترى هاي ما يعني منفروض فاهمينا من قبل احنا من الشرح القبل شوي بس ذكرنا فيها فعلا عنده أي سوار على primary standards نحظة بس بعد بدنكم نحظة ورحت عمر رداني مش قادر تنفس عمر هون هون بس سكر المايك عندوش شو مش لأصبر ناد علي أيوة أوكي ورح منحكيت لحظة آآ نادية صارف نادية صرحان مشغلات ثانية أوكي الستاندرد سليوشن دقي أنا شو هذا الخط يعني بقدر حضر الستاندرد سليوشن اللي هو لازم يتمتع في تركيز معروف لازم يكون أحد صفاته أنه يكون تركيز معروف بقدر حضر ه طريقتين أول طريقة مباشرة وطريقة الثانية على ما معناها تحديد يعني إشي العلاقة بالتحديد أسرح نشرحها الدايرك مثل الطريقة مباشرة هي برايمري ستاندرد كومباون إز كارفلي ويت أن ديسور في نوع 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 سليوشن بنوزن كمية من البرايمري ستاندرد كومباوند ويكون عارفين حجمه عشان نحسي بالتركيز هاي هكتل نوع نوع نوزن كمية محددة من وبنذوبها بمحلول معروف الحجم لكي يكون قادر أني أحسي بتركيزه وهي عبارة عن عملية ديليوشن ديليوشن هاي مسمى ما عرف إيش معناها بالظلط لكن معنى العملية هاي ديليوشن الطريقة الثانية ستاندريزيشن طريقة of determination the exact concentration of سليوشن يعني هي طريقة بنستخدمها لتحديد تركيز السليوشن أوك the prepared standard solution is standardized by using it to titrate بحكينا هون أنه في standardization بنحدد تركيز السليوشن عن طريق وضع إحدى هذول الثلاث إحداهم مش كلهم واحد منهم في الكونيليك الفلاسك بدل الانالايت يعني بنحق إحدى هذول الثلاث مكان الانالايت بيكون للك الفلاسك عشان نحدد تركيز standard solution الموجود معنا وفوق تمام إشه هذول الثلاث ويد primary standard compound يكون اشي primary standard compound موزن secondary standard compound موزن أو volume of another standard solution محسوب محسوب مش موزن أوك بدل الانالايت وبنسوي عملية titration standard بطريقة سريعة بشكل سريع هاي طريقة بنستخدمها عشان حدد تركيز standard solution كيف بنحط مكان الانالايت بالفلاسك إحدى هذول الثلاث وبنعمل عملية titration حد عنده السؤال في حدا عنده أي سؤال أوك آخر سلايد إخوان بيمستهيل يبعث الشات جد يعني بيمستهيل يبعث الشات لنكون ها تسألو على تقرفوني أنا عارف خايف إن أمرهم ما بيرد عادي سير رد ماشي ماشي خلاص سكر وما سكر حكينا أسأل ومحاكنا شفت أطلبي وفتح القلم Okay Desirable properties of standard solution يعني خصائص برضو مرغوبة في standard solution قبل شي حكينا خصائص مرغوبة في primary standard أما هون خصائص مرغوبة بال standard solution أول نقطة بحكينا the solution is stable and does not require re standardization before use هون بحكينا بالنقطة الأولى the solution is stable يعني أنه يكون المحلول مستقر إيش يعني مستقر يعني ثابت الوزن مش ثابت الوزن عفوا يكون ثابت التركيز أثناء عملية المعايرة وأنه ما يكون بتطلب عملية إعادة standardization قبل الاستخدام النقطة الأولى the solution is stable يعني مستقر المحلول يكون مستقر يكون مستقر المحلول إيش يعني مستقر يعني يكون ثابت التركيز أثناء عملية التايت نقطة الثانية النقطة النقطة الثانية the standard solution reacts quickly with the analyte يكون 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 standard solution مرغوز معي بال puret بتفاعل بسرعة مع الانالايت مرغوز معي في flask النقطة الثالثة أنه the reaction with the analyte is complete and good endpoint is absorbed يعني مكننا هون التفاعل مع الانالايت ينتهي ويكون جيد يعني تكون ظهور ال endpoint يكون جيد معنا النقطة الرابعة the reaction with الانالايت is selective and described by a simple balance equation يعني يكون تفاعل مع الانالايت انتقائي selective انتقائي and described by simple balance equation يعني يتم وصفه بمعادلة بسيطة متوازنة او موازنة ملوحة صغيرة اي standard solution منحضره عن طريق تخفيف ال primary standard اللي حكينا عنه قبل شوي صفاته 6 اللي اي واحدة بتنقص منهم اي واحدة بتنقص منهم بصير اسمه مش primary بصير اسمه secondary اذا حضرناه عن طريق تخفيف ال primary او اعملنا له standardization اللي حكينا عنه قبل شوي بنسميه secondary standard solution يعني primary standard solution حكينا فيه له عدة خصائص اذا فقد اي واحدة منهم بيكون اسمه secondary standard solution secondary standard مش secondary standard اوكي secondary standard هون عنا standard solution اذا حضرناه باستخدام تخفيف ال primary standard اللي حكينا عنه قبل شوي او اعملنا له عملية standardization بنسميه secondary standard solution يعطيكم العافية اذا في حدا عنده اي سؤال اي من اشتركوا في القناة